إزاي شايف إنجاز المنتخب المغربي بالنسبة للعرب؟ النهاردة بنتكلم أنه هو أول مرة يحدث في التاريخ إزاي نقدر نصفه؟ ورغم أن المباراة ربما انتهت زي ما احنا عارفين بالتعادل السلبي ولكن ركلات الترجحة اللي حسبت الأمر الله طبعا منتخب المغربي يعني مش أنا بس اللي بشوف ده العالم كله شايف الحمد لله يعني حاجة تشرف العرب حاجة تشرف إفريقيا إنك إنت تبقى رابع فريق إفريقي تصل لربع النهائي بعد الكاميرون وغانا والسنغال طبعا فريق المغرب حطم كافة الأرقام القياسية للمنتخبات العربية أول منتخب عربي في التاريخ تاريخ مشاركات كاس العالم يصل لربع نهائي المنديال طبعا يعني انتصار غير مسبوق أرقام قياسية أعتقد أنه ممكن تقعد تاني مئة سنة علشان تحقق للمنتخب المغربي بيحققه مع احترامي المنتخب السعودي مع احترامي المنتخب المصري اللي بيحاول يصل لكاس العالم مع احترامي الكافة الأسماء الكبيرة حتى المنتخب تونس اللي عمل يعني موسم ولا أروع السنة دي في تاريخ في نسخة 2022 في قطر واللي نجح نحن هو يفوز على حامل اللقب طبعا فرنسا أنا كنت شايف أداء أوروبي من تراث فريد فعلا للمنتخب المغرب إلى جانب منتخب تونس اللي كان سيء الحظ ولكن هو لعب أمام فرنسا مباراة علي جدا ما قداش هنساه لهو ولا منتخب السعودية ولكن المغرب طبعا الحفلة كلها على المغرب في العالم العربي كله بالضبط دي حقيقة العرب مبارح في قطر في باريس في كل حتة في كل حتة في العالم حقيقة كان يحتفلوا بالمغرب مبارح طبعا إنجاز غير مسبوك وتحت قيادة مين مدير فني وطني حط تحت هذه الكلمة 100 خط وليد الرقراقي هذا المدير الفني مدرب المخضرم المحترم المحنك في إدارته للمباريات مبارح بلعب أمام أسبانيا المتدور الأسباني مبارح نجح وصود الأطلس في استياد الثور الإسباني ولكن طبعا عشان تلاعب إسبانيا بالأداء ده عشان تواجه المتدور الأسباني بالرجولة دي في الملعب خلال أربع أشواط وكنت بتحرج المنتخب الإسباني وكنت هتحسم المباراة في الشوت الأول هو تفاجئ به طبعا لويس إنريكي على الخط يعني هيجنن الرجل بيشد في شعر مش مصدق إن دول فريق عربي مش مصدق إن هم فريق إفريقي مش مصدق إن المغرب بتاريخها المشرف طبعا إن المغرب تاني مرة توصل بمناسبة في تاريخها عشان الناس تبع عارفة برضو السيدة المشاهدين تاني مرة توصل في تاريخها لكن أول مرة توصل لدور الثمانية المنتخب المغربي برضو تاريخه أفضل بكتير من المنتخبات العربية والإفريقية اللي شاركت فيه المنديال بس ما كانش متوقع إنه هو يتحرج بالشكل ده لويس ان ليك مبارح أهد على رجلية على الخط أهد نازل مش مصدق طبعا فالمغرب مبارح قدم واحدة من أفضل مباريات المنتخبات العربية والإفريقية والمغربية على مدار التاريخ طبعا طيب يعني المرمى المغربية لم تتلقى سوى هدف واحد بس يمكن ده يعني الهدف يعني كل فرقة بيبقى دخل فيها أكتر من كده خلال البطولة دي وكمان الهدف ده بصعب خطأ دفاعي عندهم فهل ده معناقي يعني دي حاجة وهل الأسبان بقى في الناحية التانية إيه كانت مشكلتهم بالصحافة الأسبانية دلوقتي سلخة لعيبة الأسبان لا ده هم مبارح خرجوا عايزي أقولك أننا قالوا يعني لفظ يعني أحنا صحفيا حتى مش بنتناولوا في منشطاتنا الصحفية بيكون عندنا رقي أكتر من كده مبارح طبعا خرجوا مبارح قالوا إحنا كنا شبه المتسولين في المباراة وأننا تم القضاء علينا وموتنا في الملعب زي ما حصل لنا في 2018 ومنتشر في روسيا طبعا كانوا قصيين بالأمس على المنتخب الإسباني وعندهم حق لأن المنتخب المغربي قدامهم كانوا فاكرين أنه حيبقى فريسة وهتطلع الصحف كلها تقول أن المتدور استادر سود الأطلس في قطر وكانوا منتظرين طبعا أن هما يطلعوا بعنوينهم ومنتظرين أن العالم كله يتكلم عن تآهل المنتخب الإسباني فجأوا بتقلق منتخب المغرب فجأوا بعمالقة المغرب أشرف حكيمي وحكيم زياش وكل واحد عيلته مستنيا وممتوا في المدرجات حتى وريد الركراكي اللي قال لهم أن أنا والديتي جاية تفرج على كأس لا مبارح كان في قصة وحدوتة وحكاية ورواية في قطر ما بين المغرب وما بين إسبانيا لويس إنريكي استفاز بالمناسبة أمبارح الصحف الإسبانية هو اللي ادى لهم أنا ديوجي نظر المتواضع أنه هو اللي ادى لهم الخير أو ادى لهم الدافع أن هما ينتقدوا كتيبة المنتخب الإسباني أنه خارج بعد المباراة يعني حيا الجماهير المغربية في الملعب وحيا منتخب المغرب وهو عنده لعبته كان بتبكي لعبته كانت منهارة لعبته مش مصدقة وشايفين حتى هذه اللحظة أنهما كانوا المفترض أنهما يتأهلوا على حساب المنتخب المغربي فاللي حصل إمبارح يعني كان عكس كل التوقعات تماما وكانت حالة أحباط غير طبعية المنتخب الإسباني إمبارح مسك المباراة بالمناسبة في آخر الشوت التاني ومسك الشوت التالت والرابع المغرب يمكن كان يحاول على استحياء في هجمات مرتدة قاتلة اللعيبة تعبت في المغرب ساعات ما كانتش بتصدق نفسه هو رايح انفراد اللي يقتل بدنية مش مساعدة لكن قدروا على مستوى الدفاعي وعلى مستوى تقفيل وسط الملعب أنه يجبر المنتخب الإسباني أنه يخرج بالمباراة للتعادل وياسين بونو وما أدراك ببونو وياسين بونو طبعا حارس المنتخب المغربي من أفضل حراس البطولة طبعا هو أليسون بيكر حارس البرازيلي طبيعي طبعا ويستحق مبارح بونو خلينا نتكلم عن كلمات السر يعني لماذا استطاع المنتخب المغرب يعمل كده يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال الكابت المنتخب المغرب قال أنهم اضربوا على ألف ضربة جزاء علشان يقدروا يوصلوا لهذا المستوى لمدرب أسباني يعني هل هناك كلمات سر نقدر نقول أن هي كانت بتقف بجوار المنتخب المغربي علشان يوصلوا لهذا المستوى بخلاف أنهم طبعا أغلبهم محترفين وأغلبهم وكذا لا الاحتراف ما نوش علاق في ناس كتير محترفين ما نوش علاق ما تعال لك المنتخب برتغالي محترفين كافة المنتخب غانا كلهم محترفين كل المنتخب الأفريقية محترفين من مناسبة وعربية ولكن عشان تقدر تعمل توليفها تجمع بيها كافة هؤلاء المحترفين وتقدر بيه مستوى جيد فين كاس العالم يعني أنت مش رايح تلعب بطولة قرية لقد انت رايح كاس العالم طبعا مبارح رقم واحد لازم أشيد بوليد الرقراقي مدير فني مغربي وطني من طراز أول من طراز فريد قدر أنه راجل مش كبير في السن راجل قدراته هائلة جدا إمكانياته رائعة جدا ده أحد أو إحدى كلمات السر المحترمة جدا اللي قدت لفوز المنتخب البغربي بالأمس ده واحد لازم اتنين الروح العالية جدا الثقة العالية جدا للاعبي المنتخب المغربي مبارح أنت عندك إمكانيات في المنتخب الوطن المصري مش عايزة قارن لكن للأسف إحنا لما بنصل لمثل هذه المحافلة الدولية بتتهز رجليك بتخبط في بعضها الناس ما تزعلش مننا هنتكلم على مصر لكن أنا مش هدخلك في سكة تانية لكن أنا عايز أقول لك على طول أن المغرب مبارح أنت شايف 11 رجل في الملعب ومش 11 رجل فقط على الجانب الدفاعي لا ده على الجانب المهاري على مستوى اليقى البدنية على مستوى الإصرار على الفوز وثقافة الوصول لنهايات كاس عالم ليس سهل يا جماعة لثقافة لاعب لاعب يبقى عنده ثقافة إن أنا أفوز وأصل لنهايات كاس عالم ولعب في دور الستاشر ووصل لدور التمانية